اشتركوا في القناة لتضايقنا مع أنه من المفروض أنه ما يصير هذا الشيء حاب أقول لك الآن الكل يفرح والذي دائما يقلم اللحظات الحزينة أو تقلم اللحظات الحزينة الآن في إمكانكم تمحوا هذه اللحظات أو الذكرات تخيلي يا لميا وكل اللي يشوفون طريقة جديدة لمحوا الذكرات المؤلمة ظهرت من علماء كنديون توصلوا إلى طريقة تمكنهم أن يحذفوا تماما ويشيلوا هذه الذكرات المؤلمة أو السيئة في من أدمغة البشر بشكل عام هذا خبر صار طبعا للناس اللي عندهم مشاكل نفسية إلى الآن وضح الباحثون في هذه التقنية أنه ممكن تكون مفيدة بالنسبة للجنود جنود الحرب تحديدا اللي يعانوا من طرابات بعد الصدمة وتعرف كل الجنود بيروحوا سايكو ثيرابي للمعالجين نفسيين عشان بس يعالجوا نفسهم من الأشياء اللي شافوها وهذا شيء طبيعي عالية التجربة على فكرة يقول لك اعتمدت على إنتاج بروتين معين بشكل مفرط في الدماغ هذا الأمر اللي بيخلي إثارة الخلايا العصبية بتنتج الذكريات السيئة طبعا لكل اختراعه لكل حاجة ضريبة وهذا شيء مفروغ طبعا معروف ايش تخيل الضريبة انه للأسف الشديد العلماء برضو حذروا من هذا الموضوع علماء بريطانيون بيقولوا بيردوا على الكنديين بيقول لهم انه حينطوي الأمر على تعقيدات أخلاقية بحيث انه راح تمنع البشر انهم يتعلموا من الأخطاء اللي ارتكبوها في اللحظات الحزينة فانت ممكن ترتكب أخطاء نفس اللي انت ارتكبتها سابقة لمجرد انك محيت كل التجربة بكاملها صديق اول ما قلت خبر اقتراد اول شيء جاف بالي هو هذا الشي انه كيف لو مثلا محينا كل الذكريات السيئة اللي مرينا فيها في حياتنا هذه الذكريات تعلمنا منها الكثير ولو محيناها ممكن نرجع نعيد نفس الغلط وما راح نتعلم سوأتوقع يعني ممكن ضد ضد تماما اذا بالنسبة لأشخاص عاديين لكن مثلا انت قلت لي الجنود اللي موجودين في الحرب او اشياء زي كذا ممكن يتعاملوا معاهم ممكن بعض الاشخاص عندهم امراض نفسية او اشياء مرت عليهم في حياتهم سببت لهم امراض نفسية مزمنة مقادرين يتعالجوا منها بسبب ذكريات جدا مؤلمة في حياتهم هذاني ممكن انهم يتعالجوا بهذا السبب هذه مشاكل الجذرية اللي فيه مشكلة وبدن في الاخير احنا بشر يعني لازم نتعلم الاغلاط ولازم نكون فيه شيء حلو وشيء محلو لانه حنعيش وبرضو ستكون فيه حاجات مؤلمة فحن نتعلم مرتين والقلب ينجرح ما له داعي عموما ترادخلونا نروح لخبر الثاني موجود معاي اليوم وخبر صراحة يمكن كثير يضايق منه لانه في الفترة الاخيرة صرنا بنشوف وتحديدا في الخليج بعض الاعراس او مناسبات الزفاف بيكون فيها الكثير من المبالغة عشان يكون فيه تفاخر بين الناس مين اللي زواجه كان باغلى او مين اللي حضر زواج الفلان الفلاني وفيه كثير يعني صراحة بنشوفها تحديدا في الخليج يعني عندنا كثير الموضوع هذا لشوكولاتة دهن العود بمليون درهم في عرس خليجي وطبعا أهدى عرسان خليجيان للمدعوين لحفل زفافهم شوكولاتة دهن العود الأغرب على الاطلاق واللي تم تصنيعها حصريا لهم على مدى عشرة أيام وطبعا بتكلفة مليون درهم ليتم تقديمها في علب مجوهرات أبهرة الحضور دهن عود مع شوكولات دهن اللي هو نحطه سأقول لك كيف سوا خبير الشوكولات اللبناني سعيد جبران الذي تحمل مسؤولية هذا التحدي قال تلقيت طلب استثنائي من عروسين خليجيين لتحضير شوكولات حصرية لزفافهم من أجود أنواع الدهن دهن العود وتم تغليفها بورق خاص وتقديمها أيضا في علب مجوهرات مزخرفة كهدايا فاخرة للمدعوين وقال أن دمج دهن العود بالشوكولات كان تحدي جدا صعب بالنسبة لي وقال أنه قمنا بتكرير دهن العود على عدة مراحل يتم تقطيره وأضافته إلى خليط الشوكولات وأيضا وسط اختبارات لتركيز النكهة والكثافة بما يضمن مذاق شهي وأيضا متفرد وبلغت الكمية 700 كيلو جرام يعني معرف صراحة بعد الأخبار الغريبة التي نسمعها تصير في المناسبات أو حفلات الزفاف تحديدا ما أعرف إيش رح يسوه كمان إيش رح يخترعه كمان والله شي غريب هو أنه الفكرة مظاهر الترف أو المبالغة المبالغة الزايدة هي خفت مؤخرا بشكل كبير بعد الوضع الاقتصادي أكسبت أيو بعد الوضع الاقتصادي الناس بدأت تفكر وهذا الصح وهذا الشيء اللي أنا جدا سعيد فيه بعد ما صار الوضع جدي اقتصاديا صار اللي فيه عنده فلوس زيادة الزيادة كيس هو اللي بيحاول تفخرها عشان ما يبين مرة كثير هذا الشيء اللي بدأ يقل بس هذه أنا والله أوفر يعني أوفر ما أعرف لو جبتها طب ليه أكلها كم سعرها ليه أكلها خليها معلقها إيش بها حلوياتنا وشكراتاتنا حقها من جد لكن الشكرات براحت بأني منها حقيقة أنا ما أعرف أن أشي أقول في هذا الخبر يعني ناس كثير بيحاولوا أنهم يبالغوا في بعض الأحيان ما بيشوفوا الناس المحتاجة فعلا سواء في سوريا أو في الأماكن المتضررة وبيشوفوا الأطفال اللي فقدوا أهاليهم يعني لو حسينا بعض الوقت في هذول الأشخاص اللي عايشين بدون لقمة عيش ممكن هم يكونوا محتاجينها ما رح نسوي ولا رح نتفخر ولا رح يهمنا المظاهر أبدا سوريا فلسطين بورما وأيضا المجاعات الموجودة في أفريقيا كثير من الأماكن اللي لازم شوين حطها وبالاسم أنا قلتها عشان بس نتذكر وعشان لا نتناسى بأي شكل كان عموما نعيش ونشوف نعيش ونشوف بس هام شي احنا عندنا عقل ونفكر من هذه من أحد التجارب اللي نتعلم منها في تجارب تانية برضو ممكن نحطها بعين الاعتبار تجارب ناس خاضوها ووصلوا لمرحلة وهذا اللي في خبرنا الآن وصلوا لمرحلة أصبحت يعني حالاتهم تدرس وهذه دراسة حديثة ظهرت مخيفة جدا صحيح اللي هي ضرب الكرة بالرأس قد يؤدي لأضرار جسيمة بالمخ منها الخرف وهذا اللي حصل في خبرنا اليوم يقول لك أوضح الدراسة بريطانية إلى أن تسديد كرة القدم بالرأس يمكن أن تؤثر بصورة بالغة جدا على وظائف المخ والذاكرة للعبين تحديدا لمدة تصل إلى 24 ساعة يعني في الوقت في التوى اللحظة على طول لمدة 24 ساعة وشملت الدراسة تشريح جثامين ستة لأشخاص توفوا وهم يعانوا من مرض الخرف بعد مسيرة طويلة في ملاعب المستطيل الأخضر وكان كلهم يعني متميزين في حاجة ماهرين في لعب الكرة بالرأس هذا الكوميلي اللي كان يجمعهم قال أحد القائمين في أهد الدراسة أنه أثبتت الدراسة أنه التلف اللي بيصير للملاكبين السابقين ممكن نتعرض له برضو بعض لاعبي كرة القدم اللي يعانوا من مرض الخرف لأنه تقريبا نفس الضربة في ضربات في الوجه في كدمات يعني من الجنب ومن أو على الرأس فهذه ممكن تسبب لهم نفس المشاكل برضو وجدوا العلماء دليل على إصابة أربعة متوفين أربعة من المتوفين الستة بإضطراب مزمن لوظائف الدماغ نتيجة هذه الصدمات اللي يعني كانوا بيمرسوها خلال الرياضة اللي بيلعبوها وهو سبب محتمل جدا للخرف وبرضو عثر العلماء هذا آخر شيء على مؤشرات في إصابة الستة بمرض الزهايمر يس يعني يعني إحنا ما احنا ناكسين يالله نتذكر إيش نوكلنا وإيش نسوينا ويجيك أصلا أنت شفت سلو موشن كيف الدماغ داخل الجمجمة صحيح كيف تتحرك أدخل على اليوتيوب هتلاقي دماغ انضربت في شيء هتلاقي نفس المخ يتحرك يتحرك يعني هذا صراحة الشباب أكثر شيء لازم نتبهوا لأنه في كثير من عشاق كرة القدم أو المستطيل الأخضر فلازم تنتبهوا يا شباب خصوصا الكرة اللي بالرأس إيش بتغضي تغضيك تغضيك إحنا صغار نديها هد نديها هد ونديها هد نحن عارفين أن الهد هذا بيطير لنا معلمات ممكن يسبب لكم زهاي أنا والله أظن الهد هذا هو اللي مسبب لمشكلة يلا عموما لازم تنتبه بعد اليوم تراد وأكيد مشاهدين أن ينتبهوا من هذا الموضوع ونروح لخبر الأخير موجود معي اليوم والخبري للوحة خادم الحرمين الشريفين باستخدام كلمات أغنية وطنية وطبعا عرض الفنان السعودي حسين الخضيري لوحة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود استخدم في رسمها كلمات أحد الأغاني الوطنية والتي رسم فيها صورة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في جناح خصص لعرض لوحاته الفنية وابداعاته أيضا والمميز في لوحة الخضيري المعروضة ضمن فعاليات معرض عبير الإحساء أن الرجل استغرق في إعدادها ساعتين من الزمن وتضمنت لوحة الخضيري عبارات روحي وما ملكت يدايا فداه وطني الحبيب وهل أحب سواه وطني الذي قد عشت تحت سماه وهو الذي قد عشت فوق ثراه منذ الطفولة قد عشقت ربوعه إني أحب سهوله ورباه حقيقي فنان حسان الخضيري أبدع في اللوحة وكان نوجه له تحية وكان أحد ضيوفنا بنفس طريقة هذا الفن كان عندنا رسم بورتريلي صور أشخاص بالكلمات صحيح وعلى حسب الكلمات الموجودة حقيقي فن جميل وحقيقي شبابنا والله فيهم الخير ودائما بيرفعوا راسنا بأعمالهم الجميلة يعني نتعلم نتعلم ونحاول نشغل نفسنا ولا نقول ما عندنا مواهب ولا نقول ما نقدر لا نقول ما في وقت ولا نقول ما نقدر نعمل هذا الشيء نتعلم ونحاول نظهر إيش ما عندنا من مواهب حقيقة والله كل يعني إيش ما يكون من أحد حولك قاعد يحطمك يعني مين ما يكون حاول أنك أنت توقف على رجولك من جديد أكيد ترادوا مستمرين مع مواهب ضيوفنا في آخر مواهب راح تكون معنا بعد الفاصل حنطلع فاصل قصير ونرجع لكم